اهلا بكم على نار الدولار المتوحش والبنزين الملتهب والاسعار الفالتة يتلوى اللبنانيون من دون ان يتراء لهم ولو بصيص امل صغير يخرق هذه المشهدية السوداء واذا كانت صواعق ارتفاع سعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية قائمة وليس هناك من وما ينزعها فان اسعار البنزين تستعد لجدول جديد يقفز بها صعودا بقوة دفع من الموافقات الاستثنائية على اساس 3900 ليرا للدولار الواحد وعلى وعد هذا الصعود اقفلت المحطات بزعم نفاذ المادة فيها لجني ما يتيسر لها من ارباح نتيجة فارق الاسعار ودائما على حساب المواطن البسيط المغلوب على امره ولان لا صوت يعلو فوق صوت الدولار والبنزين والاسعار تتصاعد صرخة الناس فلا تجد من متنفس سوى اللجوء الى الشارع لتفجير غضبها وهذا ما حصل في الساعات الاخيرة على شكل احتجاجات وعمليات قطع طرقات في مناطق عدة لكن اخترها كان في طرابلس التي شهدت على محاولات اقتحام لمنازل ومكاتب سياسيين ومهاجمة مؤسسات خاصة وعامة اما الاكثر خطورة فكان اطلق النار ورسق الجيش بقنابل صوتية وحجارة ما ادى الى اصابة بعض عناصره هذا الامر خطير بلا شك ومخيف وقد توقف عنده كثيرون ومن بينهم البطرياركو الماروني الذي حذر من ان التظاهرات قد تؤدي الى فوضى شاملة لا قدر على استيعابها فهل ينتبه المسؤولون المعنيون الى مثل هذه التحذيرات فيسارع الى تأليف حكومة توقف الانهيار وتضبط اقاع الاوضاع قبل فوات الاوان